صباح الخير تاني مرة من آآ نهارك سعيد ويوم الجمعة عشرة فبراير آآ آآ واثناشر معايا ضيفي النهار ده فقرة الصحافة الاستاذ طارق سعيد مدير تحريك جريدة القرامة صباح الخير يا فاني صباح الخير اهلا وسعيد ايه رأي حضرتك في في الاحداث آآ ايه والله احداث احداث ولا اعتصام ولا اضراب ولا ولا ايه شوف آآ والعصيان هي احداث متصعدة آآ ومتوقع كان متوقع ان تتصعد بغض النظر عن الشكل اللي حياخده بكرة آآ اعتصام او اضراب عام او عصيان مدني وده ارقى انواع آآ التعبير السلمي عن الرأي يعني الناس خايفة قوي من فكرة العصيان المدني لا ده ارقى انواع التعبير السلمي عن الرأي ما فهوش لا مصادمات ما فهوش لا شهداء ما فهوش لا المفروض ناس بتموت هو كده هو كده اذا لم يكن كذلك فلان يكون عصيانا مدنيا في كلمة مدنيا دي تفرق عن اي حاجة تاني طب تعالي يا ستاة طارق بدون قطع كلامك نشوف الشارع المصري اللي اسبوع اللي فات ده كان ايه اهم الاخبار اللي شغلت باله نروح نشوف التقرير ونرجع تاني مع الستاذ طارق نبتدي صحفتنا عندنا 8 اخبار هنتناولها في عدة مواضيع مختلفة نشوف التقرير هو اكتر خبر لفت نظر ان هو احداث برسعيد والاحداث اللي حصلت فيه اكتحم زرة الدخلية احداث برسعيد اعلن مجل الشعب اللجنة تقاسس حقائق بالنسبة لاحداث برسعيد هو خبر اكتحم عدد من البنوك واختطاف عدد من الاهالي المفروض الاهالي اللي تعمل لجان شعبية اللي هي تحمل البنوك ما تسيبش كل حاجة على الدخلية الدخلية دلوقت متحسرة من المتظاهرين ومن الناس اللي هي مطالب كتير التعدل لمبنى وزارة الداخلية والاسرالة اكتحم المبنى ودي حاجات رموز من سيدات البلد هو الخبر بتاعة تفهيك المساجين وترحيلهم وتوزيحهم ده كان خبر كويس بس اتمنى ان يكون ان شاء الله ان هم رحلوهم ووزعوهم المساكنهم بدور ايه امتيازات لان الامتيازات ايه المشكلة مهوزاي ايه ايه مسجود التجمهور اللي حصل قدام وزارة الداخلية ما كانش ينفع لانه كان الناس بتقول ان هي من الاطرس الاهلي وهم ما كانش موجودين لانه هم كانوا ولا الناس اللي ماتت في حداث بورس سعيد كشف وضعات التحقيق المسؤولين عن جمعيات الحق الانسان والمجتمع المدني ان هم وجدوا خرايط موجودة لتأسيم مصر الاربع مناطق المحزنة اللي بتحصل عامة بنسبة لاحداث بورس سعيد الخبر اللي هو مغزرة بورس سعيد وترتب عليها احداث وزارة الداخلية فبالتالي اللي بالبلغ حصل بين اعضاء مغزر الشعب فبالتالي تحس انهم مش عارفين ياخدوا قرار من سنة من يوم 25 يناير قبل يعني صورة 25 يناير لما انت قول كده ان احنا نازلين يوم الجمعة ونشوف ايه رأي الجمهور كنا نلاقي رأيه في الاسبوع يمكن يبقى خبر بالعافية لما دلوقتي بعد صورة 25 يناير الاخبار كتيرة قوي اللي ممكن تكون شغلة الرأي العام يبتدي صحفتنا النهاردة او فقرة الصحافة عندنا 8 فقرات او سوري انا اسف تمن اخبار المصر اليوم صفحة اولى خريطة جمعة الرحيل تسع مسيرات تتجه اليوم الى الدفاع لمطالبة بتسليم السلطة الاهرام صفحة اولى مصر لا تخضع لهيمنة اي جهة القوات المسلحة تدين تهديدات واشنطن والاتحاد الاوروبي يؤكد احترامه القضاء المصري اليوم السابع صفحة اولى الحرية والعدالة وشورى الاخوان يضعان ملامح الحكومة الاقتلافية المصر اليوم صفحة اولى النيابة الاسبانية توافق على تسليم حسين سالم لمصر المتهم لم اهرب من مصر ولكنني عدت الى وطني اسبانيا طيب الاهرام صفحة اولى توفير الخدمات للمواطنين لمواجهة دعوات العسيان المصري اليوم صفحة ثلاثة ازمة الوقود اصابات في التوابير وصرقة انبيب وتموين تطالب بحماية المفتشين اليوم السابع صفحة ثلاثة مسلحون يطلقون الرصاص على عملاء من شركة جلدي امام بنك سي اي بي الشروك صفحة اولى تقص الحقائق تبرق برسعيد وتدين الام ستاري اول خبر معنا بخصوص خريطة جمعة الرحيل اللي هو بتاع النهاردة وتسع مسيرات تتاجه اليوم الى الدفاع لمطالبة بتسليم السلطة تعليق حضرتك كيفا شوف انا عايز اقول يعني الخبر واضح جدا تسع اماكن منها رامسيس وجمع الفتح في رامسيس وربع العدوية ومظاهرات تخرج من الجيزة وخلافة انا عايز اقول لماذا يلجأ الناس بعد مرور سنة من الثورة الى فكرة الاضراب العام والاعتصام او العسيان المادن هل الصور دول نكاديين يعني حابين نكد وحابين يبقى فيه غمه البلد في حالة سخونة ده يرجعني لماذا لم يحتفل معظم من نزلوا الى ميدان التحرير وهم بالملايين بذكرى ثورة خمسة وعشرين لماذا لم يكن احتفال لماذا 11 فبراير ذكرى التنحي ما هواش احتفال هو ده السؤال وما الذي دفع الناس الى تطوير ادواتهم السلمية الديمقراطية في مواجهة النظام الموجود لانه في خلال عام لم تتم يعني تلبية معظم مطالب الثورة ده نمر واحد نمر اتنين الناس تعودت ان المطالب التي تم تلبيتها تم تلبيتها بعد دم وتظاهر واعتصامات في ميدان التحرير لم يحاكم مبارك لم يحاول مبارك الى المحاكمة الا بعد ازمة شديدة واعتصامات ومظاهرات لم يتم وضع جدول زمن لم يتم اقالة من اول الثورة لم يتم اقالة حكومة شفيق الا بعد بوضاء يعني الناس تعودت انه في خلال سنة انه للأسف لا تتم الاستجابة لاي مطالب الا بعد موجة من الثورة الناس دفعت ضريبة غالية من الدم خلال عام هناك اكثر من 200 شهيد والاف المصابين منهم من فقأت اعينهم ومنهم من اصيب اصابات خطيرة جدا نعم ونحن بنتكلم بعد ثورة بعد ثورة انبيها الشعب المصري الاحوال الاقتصادية ما زالت كما هي من حق الناس ان هي تعبر عن رأيها بطريقة سلمية حضارية وانا عايز اقول لك الثورة المصرية ثورة سلمية كانت وما زالت وستظل رغم محاولات شيطانة الثورة طوال عام وقلصق تهمة البلطجة بالصوار خلال عام واخرها ما قيل الكلام الغريب اللي ممكن يعني اغرب كلام ممكن تسمعه في مجلس الشعب انه نواب الشعب بيقولوا على جزء مهم ان الشعب قام بثورة عظيمة انه هما بلطجية ويتلقوا اموال من الخارج والبعض يريد اطلاق يد الشرطة في التعامل مع البلطجية رغم انه لم يسقط شهيد واحد في خلال هذا عام تشتم منه انه بلطجية الشيخ عماد عفت ليس بلطجية كلنا نعلم من الشيخ عماد عبهادي طالب الطب ليس بلطجية مينا دانيال ليس بلطجية يعني بتقولوا اللي بيعمل دا بلطجية ولم يسقط بلطجي واحد في الاشتباكات اللي بيموت الناس الكويسة هو كانت شوارف موضوع ستسرق حوالين انه يا جماعة ماشي على عيني وعلى رأس انه كنتوا بتعملوا اعتصامات بتعملوا مظاهرات بس ايه دخل المبنى بتاع وزارة الداخلية انه كنتوا عايزين تروحوا تحرقوه اه 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 او بتضربوا طوب عليه او ملطوب او كذا ثلاث مظاهرات امام موزارة الداخلية بعد الثورة وكانت مظاهرات حشدة ولم يتم اقتحام تمام مين اللي قال ان هناك مخطط لاختحام وزارة البلطية اللي حصل انه الداخلية بوزير بوزيرها برئيس حكومتها هو المسؤول عن مجزرة اه برسعيد تمام الناس عايزة تروح توصل رسالة نعم اه خوف الامن الغير مبرر لانا بقولك فيه ثلاث مظاهرات حصلت قدام موزارة الداخلية بعد الثورة ولم يتم اقتحامها والمر التي حصل فيها اقتحام لمقر امن الدولة تمام ومقرات امن الدولة في المحافظات تمت بحماية الجيش مية في المية وتحت رعيته وده كلام يعني اخر نرجع تاني للخبر بتاعنا النهاردة انا انا ما بتفعش عن الشرطة ولا انا بس بقولك الكلام بقولي سيادتك يعني الكلام اللي بيتقال انه احنا بيقولوا عليهم بالطغية لانه عايزين يروحوا يضربوا المبنى بتاع الرمز الامن بتاعنا المفروض في مصر نرجع تاني للخبر بتاعنا تسع مسيرات تتجه اليوم الى الدفاع المسيرات رايحة الدفاع ليه لمان بيده الامر نحن يحكمنا المجلس العسكري منذ عام تمام انا بسميها بسلطة الدفاكتو سلطة الامر الواقع فجأة لقى السلطة وقعت في حجره طيب لمن بيده الامر هو المجلس العسكري انا اريد ان اوصي الرسالة الى المجلس العسكري انه كفى وانا عايز اقول طب هو المجلس العسكري قالك انه هو قريدي حيكفي خلاص كفى طيب ايه طيب اقولك اسألك سؤال لماذا مر قانون انتخابات الرئاسة بليل ولم يعرض على مجلس الشعب وهناك المادة رقب تمانية وعشرين التي تعطي اللجنة المشرفة على الانتخابات حصانة مطلقة يمكن ان يعلنوا نجاح طارق سعيد تمام دون ان يدخل الانتخابات ولا احد يعني في حاجات نمرة اتنين انت فتحت باب الانتخابات في عشر امارس ماتا ستجرى الانتخابات ايه الجدول الزمني تمام انا عايز اقولك حاجة كلنا نقدر الجيش المصري العظيم وانا شخصيا اريد ان يستعيد هذا الجيش العظيم الذي اجل واحترم واقدره سرطة التي انتقص منها كثيرا خلال هذا العام تمام جميعا نريد ان تستعيد الشرطة دورها لا احد يعني يمكن ان ينكر دور الامن في حماية المواطنين بس كيف تستعيد الشرطة دورها تمام ها وكيف يستعيد انا رأيي انه انا الاوان ان يتخلى المجلس العسكري عن السلطة ويعود الى دوره الاصلي في حماية حدود البلاد تمام ويترك السياسة لاهل السياسة هو وقع في مستنقع لا تقتله به ما فيش حد يستلي في حضرتك على انت بتقوله نكمل لان انا عندي لسه سبع اخبار تانيين من الاهرام صفحة اولى مصر لا تخضع لهيمانة اي جهة الكوات المسلحة دين تهديدات واشنطن والاتحاد الاوروبي يؤكد احترامه القضاء المصري ده يدينا نموذج بسيط جدا ان مصر تستطيع ان تمتلك ارادتها وهي بالفعل في طريقها لامتلاك ارادتها وانه رفض الاملاءات الغربية بغض النظر عما حدث يعني بغض النظر انا لست جهة تحقيق ولا ادين احد او ابرق احدا في قضية يعني كل الكلام ده بمناسبة قضية التمويل الاجنبي المتهم فيها سبعتاشر اجنبي على رأسهم سام لحود ابن وزير ابن راي لحود وزير النقل اللحود دي هم لحود لبناني او لحود ده امريكاني ولا لحود لحاجة لا هم دول لحود لبنان هم من دول الجيل التالت من اللحود في امريكا هم يعني يقربوا لل يعني اذا قلنا كده بالبلد اللحايدة بتوع لبنان هم نفس الفرع ورأي لحود ده الوزير العربي الوحيد تفضل او من اصل عربي الموجود في تفضل لا ادين احدا ولا ابرق احدا لكن انا عايز اقول انه هذا الموقف ارجو ان تستمر في الحكومة المصرية وارجو ان يستمر في المجلس العسكري ان فكرة ان احنا عندنا قضاء مستقل ونزيه يمتلك ارادته ويستطيع ان يمارس ضغوطا وان يتحمل الضغوط اللي هي تتمارسها وارجو ارجو لان احنا عندنا رئيس الاركاني الامريكي جاي في زيارة قريبة الى القاهرة نعم ارجو ان يعني هذه اللهجة اللي بتدينا كده احساس بنوع من الكرامة افتقدناه طوال تلاتين سنة يستمر عظيم وياريت كمان حضرتك برضو التحقيقات تطلع لنا ونعرف اكتر معلومات اكتر حضرتك عن اللي بيحصل اه حتى الان ما يقال كلام مرسل يعني انا كل اللي احنا فهمناه انه يا جماعة الجماعة الدول والهيئات التنظيمية دي اه يعني مش قانونية يعني اجراءاتها مش قانونية وانه كان فيه نوع من التخابر او كمخابرات انه بطلوا انهم يشتغلوا مجتمع مدني وابتدى يبقى فيه نوع من التجسس بشكل او باخر فياريت بس نفهم اكتر انا عايز بس اخد عشرين ثانية اقولك اقولك مجموعة حاجات المنظمات اللي شغالة دي كانت بتخاطب كل الجهات في الحكومة المصرية نعم كانت تخاطب الخارجية وتخاطب الصحة وتخاطب الاحزاب وتخاطب منظمات المجتمع المدني قبل الثورة وكل الجهات في الحكومة المصرية كانت تتعامل مع نعم معظم المحاولين الى محكمة الجنايات في هذه القضية من المصري المعظم وليس الكل هم موظفين بيتقادوا راتب يعني فكرة التمويل الاجنبي تقديم فروع لمنظمات عالمية موجودة في مصر انا بتلقى تمويل ايه انا فرع فرع التلفزيون المصري في اسكندرية لو فيه تلفزيون مصري في اسكندرية والتلفزيون الام ببعث له فلوس انت بتسميه تمويل يعني فيه حاجات كتير ممكن تقال في هذه القضية بغض النظر لابد انه تخرج الحقاق للناس يعني لانا بقوله ان انا محتاجين ان احنا نفهم اكتر الحاجة اللي ما لحقتهاش جرائد النهاردة انه فيه كلام على انه الجامعة الامريكية تدير مخططا مش عارف للفتنة وتوسيع نتقل الجامعة الامريكية برضو ملخص انه احنا محتاجين من السادة المسؤولين اللي بيطلعوا البيانات الخاصة بهذه القضية ان احنا نفهم اكتر عشان الشعب يلتف معاكو ويبقى مدعمكو فيه قراراتكو لان اي حد يبقى عايز يمليه هيمنته علينا فمحتاجين كشعب مصري ان احنا نبقى ايد واحدة مع اللي بياخدوا القرارات ومحتاجين كمان انه الضغوط اللي بتتم علينا بسبب المعونة الامريكية عايزين نقول ان احنا لسنا بحاجة الى هذه المعونة نحن نستطيع وفي نفس الوقت يطلع المسؤول المفروض يطلع برضو المسؤول ان احنا لو احنا اكتفينا من المعونة دي ومش عايزينها تاني يقول لنا برضو التخطيط البديل ايه برضو عايزين ما ينفعش حسنة ونسيدك اه لا طبعا دا انا بديك معنات بمليارات ثم تقول لي بس احنا ايه برضو محتاجين الناس القائمين برضو يقول لنا اقتصادنا حيقوم ازاي احنا محتاجين دا لن نختلف عليه ان في حد يهيمن علينا ويقول لنا قرارات خلاص بقى زمان كان ممكن يحصل دا دلوقتي مش هينفع ننتقل لموضوع اخر وهو اليوم السابع صفحة اولى الحرية والعدالة وشورى الاخوان يدعاني ملامح الحكومة الاقتلافية مش راضيين عن دكتور كمال الجنزوري لا هم الحرية والعدالة وشورى الاخوان الحقيقة كانوا راضيين عن دكتور كمال الجنزوري ودفعوا عن حكومته في مجلس الشعب لكن هم شايفين ان هنا مناخ سياسي يسمح بعد تعدد الطلبات من القوى سياسية اخرى لتشكيل حكومة انقاذ وطني او تشكيل حكومة اقتلاف وطني تضم سياسيين شايفينها فرصة ان هم يشكلوا الحكومة معلوماتي انه المرشح لرئاسة الحكومة الدكتور محمد مرسي وهو قيادي كبير في جماعة الاخوان سالصار ده هيحصل قريب؟ هيحصل تمام معلوماتي انه الدكتور الجنزوري ابلغ المجلس العسكري معرفش ده نشر في الجراد ولا لا تمام انه ابلغ المجلس العسكري ان حكومته لن تستمر وان الحكومة تمام في عد تنازلي غالبا هو ده اللي هيحصل انه يبقى فيه حكومة اقتلافية قريبا عايز انا ابتقل لمواضيع تاني لا نقطة مهمة بس لان دي مسألة مهمة جدا الحكومة والدستور هم معركتين كبيرتين في تاريخ مصر انا عايز اقول انه الاخوان في تونس اخدوا اغلبية زي الاخوان في مصر مع ذلك ما كوشوش على السلطة اكتفوا برئاسة الحكومة وجاء رئيس مجلس تشريعي من طيار اخر وجاء رئيس من طيار اخر هذا التنوع انت عارف حضرتك ان احنا مصريين ومختلفين هذا التنوع هذا التنوع يحتاجه اي مجتمع المفروض يعني هذا التنوع يحتاجه اي مجتمع المفروض مش رفاهية تمام المصر اليوم صفحة اولى النيابة الاسبانية توفق على تسليم حسين سالم لمصر المتهم لم اهرب من مصر ولكنني عدت الى وطني اسبانيا هذا الرجل يعني طول عمره مستفز عندما يختفي واكثر استفزازا عندما يتحدث الوطني اسبانيا لانه مع الجنسية الاسبانية وانا عايز احيل هذا الكلام لرواية الاستاذ زيكل في كتابه اللي بينشر على حلقات في الشروق يقول ان وقعت حسين سالم والربعمائة وخمسين مليون يورو اللي خرجوا من مصر في كراتين باوامر من عمر سلمان نقب رئيس الجمهورية السابق الاستاذ زيكل بيروي حكاية انت ليه بعت الغاز لاسبانيا بسعر رخيص وهو كان محتكر هذه المسألة قاله عشان لهم افضل علي ودوني الجنسية انا وولادي وبيستقبلوني كويس انا عايز بس اقولك كيف كانت تدار البلد في عهد الرئيس المخلوع وفي كل الاحوال احنا نرحب بيه كمتهم اسباني لا يشرفنا ولا يشرف اي مصري ان حسين سالم يكون معاه الجنسية المصرية احنا حنستقبله كمتهم اسباني وحنعمله معاملة الضيوف اه يعني هو معهوش اهلا بيه لا معاه طبعا الجنسية المصرية بس هو بقولك عطي الى وطني اسباني خلاص اهلا بك كمتهم اسباني وحنعملك معاملة الضيوف وحن بنعمل الضيوف كويس اه فيه اخبار بعد كده توفير الخدمات المواطنين لمواجهة دعوات العصيان وازمة الوقود اصابات في تغيير وصرقة نبيب والتمويل تطالب بحماية المفتشين امور داخلية ويعني عايزة اتنقل المسلحون يطلقون الرصاص على عملاء من شركة لا انا عايز بس دي اواحدة في توفير الخدمات المواطنين لمواجهة دعوات العصيان افضل اهرام صاحب اقول لو توفير الخدمات المواطنين لمواجهة دعوات العصيان عصيان مش هتوفر الخدمات المواطنين انانا بتوفرها في مقابل طب احنا كل يوم هنعمل دعوة للعصيان اه عشان تتوفر الخدمات اا للمواطنين انا جماعة قولürü هتلق دعوة للعصيان عشان الشعب المصري تتوفره الخدمات عندك حق ما هو اه خبر يعني خبر مفيه عندك حق بلوش معنى تاني عندك حق سلساري انا فقريتي خلصت فقرة الصحافة وانا كنت حابب طبعا ان احنا نكمل الاخبار الباقية وحلوة حكاية الناية توفيل خدمات الموطنين لمواجهة دعوات العصيان كل يوم حقق دعوة العصيان عشان الناس تتوفر لها الخدمات طيب أستاذ طارق سعيد مدير تحريق جديدة القرامة شكرا انجزيا لحضرتك فاندم منورتنا الله يخليك اشكرا اتمنى اكون ضيفة خفيفة عليكم دائما خفيف وتشرفنا وتنورنا حضرتك الله يخليك شكرا مشاهدنا فاصل سريع وراجعين نكمل يومنا وربنا يسطر على ثبت وحد واثنين نهاركو سعيد